سلطت لجنة الانضباط للرابطة الوطنية عقوبة الإقصاء لسنة واحدة منها ستة أشهر غير نافذة على رئيس شبيبة القبائل شريف ملال حسب ما علنته الاثنين في بيان رسمي على موقعها والذي أكد أن العقوبة بحرمان ملال من أي نشاط رياضي تبدأ من الاثنين التاسع عشر نوفمبر مع تغريمه بمائتين ألف دينار تأتي عقوبة ملال على خلفية تصريحاته الإعلامية التي وصفت بالعنيفة سيما اتهامته لمسؤولين بالفساد عقب تأخير مباراة فاريقه واتحاد العاصمة ورفضه المثول أمام لجنة الانضباط